مرحبا وطحياتي يا رجمي يذهب الفيلسوف اليوناني الكبير أفلاطون إلى اعتبار النفس الإنسانية خالدة لأنها من أصل العلوي بحسب أفلاطون طبعا هبطت وحلت في الجسم المادي وستعود بعد الموت أو بعد دورة من التناسخ طبعا إلى أصلها السماوي وتحدث أفلاطون عن هذه المسألة لنقل بإسهاب في محاورة فيدون والتي ربط فيها بين سعادة النفس الأخروية وتحرر الإنسان طبعا من شهوات البدن المادي وملذاته وغرائزه إلى آخر في حين أن الفيلسوف اليوناني الآخر الكبير أرسطون يعني خالف أفلاطون فجعل النفس الناطقة أي العاقلة والتي هي صورة البدن جعلها تفنى بفناء البدن تنتهي مع انتهاء الجسد لأن أرسط طبعا وضع النفس والجسم يعني كجزئين لجوهر واحد هو الإنسان بمعنى أنه تحدث في مكان ما عن اتحاد تام ناجز كامل ما بين المادة أو الهيولة بالمصطلح الأرسطي وبين الصورة أو النفس على عكس أفلاطون الذي اعتبر أن الجسم المادي هو من جوهر مستقل والنفس طبعا من جوهر آخر مختلف تماما طيب إسلاميا طبعا اختلف الفلاسفة والمتكلمون حول مسألة الخلود وقدمت يعني بضعة حلقات حول المسألة فجمهرة المسلمين طبعا تعتقد بأن الخلود هو للجسد والنفس معا أو للجسم والروح على مبدأ أن الله سيبعث من في القبور بأجسادهم الأصلية ومن ثم طبعا سيعيد الأرواح إليها أيضا مثلا الإمام الغزالي من جهته طبعا يتطفق مع هذا الرأي العام إلا أنه يعني يرى بأن بأن ليس ضروريا أن تعاد الروح إلى نفس الجسم يعني الذي كانت فيه في الحياة الدنيا إذ ما مانع مثلا أن يعيد الله الروح إلى جسد جديد مختلف أيضا ابن سينا كما تحدث في حلقة خاصة وكما هو معروف طبعا كان على رأس القائلين بخلود الروح أو بالحساب الروحاني بمعنى أن الحساب وبالتالي الثواب أو العقاب هو للأرواح حصرة لأنه كان يرى استحالة جمع أجزاء الجسد الميت المتحلل من جديد فجزئيات وعناصر هذا الجسد يعني تحللت ودخلت في تركيب مثلا أجسام أو أجساد أخرى لكائنات حية أخرى فبالتالي كان يرى استحالة في عملية جمع هذه الأجزاء من جديد طيب نصل إلى الفرابي أبو نصر الفرابي واقعا الفرابي قدم رأيين يعني متضادين حول الموضوع ففي بعض مؤلفاته تحدث عن فروقات بين النفوس فمثلا هناك نفوس استطاعت كما يرى يعني أن تصل في حياتها الدنيا إلى الحياة الفاضلة واستطاعت أن تتحرر مثلا من علائق الجسد المادي فهذه النفوس بحسب الفرابي يعني أدركت السعادة وأخذت بأسبابها وبالتالي يرى أن فقط هذه النفوس هي النفوس الخالدة التي كتب لها الخلود فقط النفوس التي استطاعت في حياتها الدنيا أن تصل إلى مرتبة الحياة الفاضلة طبعا حياة فاضلة بمعنى الالتزام بالفضيلة معرفة الله مثلا فعل الخير إلى آخر فهذه النفوس هي النفوس الخالدة أما النفوس التي لم تستطع التحرر من رغبات الجسد وانغمست في تلبية ملذاته في إشباع غرائزه إلى آخر فهي النفوس يعني بحسب كلمات الفرابي تحديدا أو حرفيا انحطت إلى مرتبة النفس الحيوانية طبعا لأنها عاشت من أجل تلبية شهوات البدن المادي كأي حيوان آخر يعني كل غاية الحياة كانت تلبية هذه الشهوات إشباع تلك الرغبات وهكذا ظلت هذه النفوس متعلقة بالجسد وستظل يعني يقصد الفرابي أنه إذا أتى الموت أو إذا جاء الموت فهذه النفوس بسبب أنها التسقت في حياتها بالجسد وعاشت لتخدم هذا الجسد فستظل ملتصقة بهذا الجسد وعندما يأتي الموت ستنحل أيضا مع هذا الجسد وبالتالي مصيره هو نفس مصير الجسد الإنحلال والفناء وواقعا أطلق الفرابي على هذه النفوس أو على أصحاب هذه النفوس لقب الصائرين إلى العدم لقبهم بالصائرين إلى العدم طبعا في مقابل النفوس الخالدة لأولئك الذين عاشوا الحياة الفاضلة أما هؤلاء فلقبهم بفئة الصائرين إلى العدم يعني تماما كما هو مثلا مصير الحيوانات الغير عقلة طيب الرأي الثاني للفرابي وهنا يعني استدراكا حول الرأي الأول يعني كي لا أنسى فأيضا الفرابي قال بنوع ثالث من النفوس وهي نفوس تأتي في منطقة الوسط يعني تقبح في الوسط هذه النفوس التي لم تستطع أن تصل مثلا إلى مرتبة الحياة الفاضلة وأيضا يعني بالمقابل لم تعش لفقط تخدم الجسد فبالتالي يعني وضعهم الفرابي في منطقة وسط ما بين النفوس الخالدة من جهة والنفوس الصائرة للعدم من جهة أخرى وكما قلت فالفرابي في مكان آخر أيضا من بعض مؤلفاته لا سنجده يقرر بأن النفس خالدة لا يمكن أن تفنى لأن النفس من جوهر روحاني يعني مفارق للمادة أو أن النفس الناطقة والتي هي النفس العاقلة طبعا طبعا هي من جوهر مفارق للمادة وبالتالي هي خالدة يعني لا يمكن أن تفنى أو تنحل بنحلال الجسد المادي سواء عاشت حياة فاضلة متعالية أم لا لأن هذه النفس هي الإنسان يعني هي جوهر الإنسان وبعد الموت ينتظرها حساب أو حساب يعني إما ثواب وأما عقاب وبالتالي لا يجوز عليها الفناء طبعا لي سببين سبب فلسفي إن أردتم وهو أن ما هي الروح أنها جوهر لا مادة جوهر روحاني جوهر بسيط يعني لا يفنى ولا ينحل وأيضا بسبب أو لسبب ديني لأن طبعا كما هو معروف فبعد الموت هناك حساب وهناك ثواب أو عقاب فأمهم يقرر الفرابي هنا في هذا الرأي الثاني أنه لا النفس هي خالدة ولن تفنى بفناء الجسد سواء عاشت للجسد أم عاشت الحياة الفاضلة فهكذا كما نستطيع أن نرى يعني هناك رأيين يعني فعلا متناقضين عند الفرابي وواقعا لاحظ هذا الاضطراب يعني عدد من الفلاسفة وبعضهم لاموا أو عاتبوا الفرابي عليه يعني كما فعل على سبيل المثال أن أردتم الفيلسوف الأندلوسي صاحب كتاب حي بن يغضان مثلا أمن طفيل يعني لام الفرابي على هذا التناقض في الأراء مع إشارة أخيرة إلى أن طبعا منصر الفرابي يعني كما أبن سينا أيضا يقول بالحساب الروحاني وشكرا وعلا لقاء